بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على إشراف المرسلين إن شاء الله حبا يبقى لبي تكونوا دائماً بخير وصحة وسلامة وسعادة وعافية وتحقيق الأمان لجميع معان الله حبا يبقى لبي كما تعرفوا رانا في راجب إن شاء الله اللهم يبارك لنا في راجب وشعبان وبلغنا رمضان لا ثاقيدين ولا مفقودين يا رب العالمين وجميع المسلمين يا ربي فشارك الأرض ومغاربها حبا يبقى لبي من سلسلة تهدرة رمضان يعني اللي بديتها معكم أنا حابا يبقى قلبي عفوا جبت لكم تحلية راقية حلوة بسيطة سهلة شابة يعني جمعة بين القرمشة وبين الطراوة يعني لما تأكلوها يعني تحسوا بهذه القرمشة وتحسوا بالطراوة في الفم جميلة جميلة المنظر يعني ديزعين تاحا يعني يهبل شابة سهلة وبسيطة وبمكونات متوفرة في كل بيت يعني سهلة وسريعة وتتحضر وتاكلوها بصحة والراحة إن شاء الله يجي عندك الديوف أو أهلك أو أنت حبيتي تاكلها تاكلها بصحة والراحة إن شاء الله وتعالوا معي نبدأ على بركة الله بسم الله الرحمن الرحيم واش في هذا التحليح حابا يبقى لبي فيها يعني مقاصرات يعني والبسكويل الجف المقاصرات أي نوع عندك واحد ولا تنين اللي موجود عندك في البيت يعني حاولي تتحنيه مش تتحنيه لدرجة أنك يعني ترسي الرطب لا تبقى في هذي يعني هذي كل خشونة يعني مرة ولا اتنين وخلص يعني وخلي على النار متوسطة يعني هاي كما راكم تشوفوه هنا أنا تحط البسكويت هنا حضرته هذي تعلى جانب وهنا يا كما راكم تشوفوه هنا درت المحلبي درت هنا الحليب ودرت معه الرز المطحون ودرت معه شوية فانيليا انتوما هنا بالنسبة لهذا هنا هذي الكريم تقدروا تديروا يعني الرز مطحون مع الحليب تدفلها فانيليا او الرز الحليب او معه النواة كوكو يعني مبشور جغز الهن ولا تديروا يعني تاخدوا الحليب وتضوعهم ملعقتين دقيق ابيض وملعقتين نشغل ممسوحتين وسكر وشوية فانيليا وتخلهم معنا النار حتى تصير تقلة اللي ما عنده شر يسوي هادا الطريقة انا سويتها بالمحلبي يعني بالمحلبي زي بيقول اخواننا هنا راني نحضرها وفي نفس الوقت راني نحرك في هذيك المكسرات المكسر اللي موجود عندك في البيت راني نحرك فيه على نار متوسيطة راني حابة نوصل على اللون يعني المحمص يعني الباج يعني اللون الذهبي يعني زي ما نقوله اخوانا في المشرق هيا هنا خحابة يبغى البيع على نار هادئة هنا ايا قلت لكم هادة التحلية حابة يبقى لبي يعني ما فيها مفهاج مكونات يعني كتيرة سهلة بسيطة يعني وبالنسبة للديزاين يعني الاخير لمسات الاخيرة تبقى لكل شخص يعني وكيفاش يحب حابة يبقى لبي دائما نذكركم ما تنسونيش تفعيل الجرس يعني والضغط على هذيك الدغط على هذك الزر الاحمر والاشتراك فيه واللايك ما تنسوا ليش اللايك باش ترفو في هالفديوهات ان شاء الله يعني غلية مستوش له يعاراتي يديزابوني وبعد يابوني من جديد بفعل الجرس باش يوصل لها ان شاء الله كل الجديد باش يوصل لها إن شاء الله كل جديد حابة يبقى تمنى تدعموني وما تنسونيش دائما متوكد على ربي وليكم ان شاء الله حابا يبقى لبي كماراكم تشوفوا الهنايا لربما طولت عليكم الهنايا بس ما عليش حابا نوريكم الخطوات هنا يعني حابا يبقى لبي راني نحرك ثاني لمرة ثانية لازم تحركوا هنا لازم تحركوا مليح 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 حتى يقول لكم يعني ما تشدكمش يعني سهلة بسيطة دائما نعود لكم مكونات متوفرة في كل بيت يعني بالنسبة للكريم يعني تقدروا يعني يقدر يبدع هاي يا حبيب قلبي كي ما وقتلكم هنا راني مخالية ثاني نطول عليكم شوية هنا ما عليش حبيب قلبي عشان نوريكم الخطوة الثانية ان شاء الله بعد ما تحمص لين هنا يا حبيب قلبي بديتي تحمص لين هنا ايا هنا ايا غد نضيف هاداك البيسكويت اللي تحنتوا هاداك البيسكويت ثاني اللي تحنتوا ما تتحنوش لدرجة حتى يصير راطب مثل الدقيق لا تخلو فيه يعني شوي يعني تخلو في قطعة شوي صغيرة يعني هاك لانو لما تاكلوا لازم نحسوا بهذاك الكوكوين كنتم اقول لكم يعني هاداك القرمشة لازم نحسوا بها نعود نرجح على النار حبيب قلبه هي وهذاك الفول السودانية تحمصوا مليح نضيف لهم هنا ملعقة او ملعقة ونصف يعني دهن يعني زبدة ونخلوهم على النار ونحمصوهم مليح تاني كدلك حتى يشربوا كامل هاديك الزبدة يشربوا المكسرات مع مع الزهن يشربوا كامل هاديك المكسرات هنا ايا هايا حابة يبقى بقلبها نقول لكم خطوة بخطوة باش يعني تجربوها ان شاء الله وضعطوني رأيكم ان شاء الله يربي اتعجبكم هادي الفيديو هنا انا غادي حابة يبقى لبي كما جبت الكؤوس هنا للتقديم هنا نخليها شوية تبرد لانو لما تبرد يعني تقدروا تتحكموا فيها مش تبرد يعني احتتباتها تجمد لكم لا يعني يبقى تقدروا تتحملها هنا وضعت البيسكويل تحت ضفت لي هاديك المحل بفوق عرض نضيف طبقة من البسكت هادك والمكسرات ونضيف طبقة من المحل بهنايا هنايا حتى نكمل باقية والى اللقاء في فيديو جيد ان شاء الله اشتركوا في القناة